الأسئلة وليد في سؤاله الثاني في حقيقة سأل سؤال فيه جدلية كبيرة فيما يتعلق بالتطويل والتقصير لأئما يعانون هذه المعاناة من الاستجابة للناس يعني أحيانا قد تكون الصلاة في حدود الساعة تقريبا صلاة الترويح أو أحيانا صلاة العشاء والترويح في حدود الساعة ساعة وعشر دقائق ومع ذلك تجد من يطلب منهم أن يخففوا من الصلاة توجيهكم للناس فيما يتعلق بهذا الأمر وما هي السنة فيما يتعلق بصلاة الترويح على الإمام أن يحرص على تطبيق السنة في القراءة وفي الصلاة وأن يصلي صلاة معتدلة فلا يطيل الصلاة إطالة منفرة وتشق على المأمومين ولا يخففها أيضا تخفيفا لا يمكن المأمومين من أن يؤدوا هذه العبادة بخشوع ولذلك فعليه المسؤولية في هذا وأن يراعي أحوال المأمومين والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتد بأضعفهم لا أود أن يراعي أحوال المأمومين وفي الوقت نفسه يطبق السنة والمهم هو أن تحصل الطمأنينة في الصلاة الطمأنينة هي ركن من أركان الصلاة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاة ارجع فصل فإنك لم تصلي قالها ثلاث مرات حتى قال ذلك الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطمأن في الصلاة قال إذا قمت إلى الصلاة فستأقبل قبلة وأكبر وأقرأ ما تيسر معاك من القرآن ثم اركى حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها فلا بد من الطمأنينة ويعني بعض الأئمة يخففون الصلاة تخفيفا تفوتوا معه الطمأنينة هذا يؤدي يفضي إلى عدم صحة الصلاة من صلى صلاة لم يطمئن فيها فلا تصح صلاة وأن صلى ألف صلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي أرجع فصلي فإنك لم تصلي أخبرني أحد الأخوة أنه يصلي مع إمام وأنه لا يستطيع المأموم أن يقوى سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة ولا سبحان ربي العظيم في السجد مرة واحدة معنى ذلك أن هذا غير مطمئن في الصلاة فإذا كان غير مطمئن في الصلاة فالصلاة غير الصحيحة لتخلف أحد أركان الصلاة وهو الطمأنينة فلا ودى من تحقيق ركن الطمأنينة يطمئن في الركوع يطمئن في السجود يطمئن في القراءة لا داعي العجلة يعني سبحان الله بعض الناس ما تتيم العجلة إلا في الصلاة خاصة في صلاة التراويح فينبغي أن يكون هناك طمأنينة وعدم عجلة لكن أيضا لا يشق على المؤمنين إذا كان يرى معظم المؤمنين العبرة بالأغلبية إذا كان معظم المؤمنين يرون أن الصلاة طويلة ينبغي أن يخففها وأن يرعي أحوال المؤمنين وأن يستحضر أيضا أن الناس الآن ليس كالناس في زمان الصحابة أو التابعين يعني فيرعي اختلاف الأحوال واختلاف الأزمان ولا ينفر مهم أن لا يحصل التنفير ولذلك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الصبح مما يطيل بنا فلان فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه وقال أيها الناس إن منكم منفرين أيكم أما الناس فليخفف فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة وعلى هذا فالمأموم مطلوب منه أن يصلي الصلاة معتدلة لا يطيل إطالة منفرة تلحق المشقة بمن خلفه ولا يخفف الصلاة خفيفا ربما أخلى بركن الطمأنينة في الصلاة